اشتركوا في القناة 26 غشت الجاري من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة من ذو الثوابق القطئية وذلك للشبه في تورطه في قضية تتعلق بتعييب منشآت ذات منفع عام وصرقة باستعمال الكسر المشبه فيه كان قد انتحل صفة مستخدم بالشركة المكلفة بصيانة شبكة الربط بالكهرباء بمدينة فاس ليقوم بارتكاب افعال اجرامية تتمثل في تعييب منشآت عمومية وصرقة مجموعة من الاسلاك الكهربائية وذلك قبل ان تسفر الابحاث والتحرية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويته وتوقيفه وقالت المصادر انه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراس النظرية رهن اشارة البحث القضائي الذي تشرف عليها النياب العامة المختصة وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الاجرامي والكشف عن جميع الافعال الاجرامية المنسوبة للمعني بالامر